نبدأ بتحضير الحلقة اللي راح نسويها اليوم هو باي التين الطازج طبعا التين هسا موسمة فنحاول قدر الامكان ان نسوي وصفات حتى نستعمل التين الطازج Now it's time for us to prepare our fresh fig pie For this recipe we need these ingredients 2 1⁄2 cups flour 2 1⁄2 cups of flour 1 1⁄4 cups of sugar 1⁄4 cups of sugar 1 1⁄2 cups of sugar 3 1⁄4 cups of sugar 1 1⁄2 cups of butter 3 1⁄4 cups of sugar 1 1⁄2 cups of sugar 1 1⁄4 cups of ice water 1⁄4 cups of sugar 1 1⁄2 cups of sugar 1 1⁄2 cups of sugar 1 1⁄2 cups of sugar 1 1⁄4 cups of sugar 1 1⁄4 cups of sugar 1 teaspoon of ground cinnamon واحد بيض مخفوق مع واحد ملعقة طعام مع راح منبدي اوشي بتحضير عجينة الباي وستارت فرس وفول لتحضير العجينة الباي لتحضير العجين لتحضير العجين لتحضير العجين بعض الاطحين وضيف الشكر وضيف الشكر نضيف البؤل جميع الأضافة الأضافة والمضاء يقوم بتحضير كل المواد المصادرين أولاً سأبقى المزيد لتعبير كل المواد المصادرين أتجد كل المواد المصادرين سوف نضغط كل الثاني حسناً وعندما يقوم بإضافة الزبت سوف نضغط المشاكل المشاكل يجب أن يكون جداً ويجب أن يكون جداً سوف نبدأ بإضافة الزبت يجب أن يكون بارد من الثلاجة ويكون مقطع على شكل ربع إنش سوف نبدأ بإضافة قطع الزبت مجرد تجربة سوف نضغط المشاكل ثلاث نضغط المشاكل سوف نضغط المشاكل سوف نضغط المشاكل سوف نضغط المشاكل الطحين ده ينخلط كل الزين بشكل مثل حبيبات صغار من الزبت ويه الطحين وهذا اللي رح ينطينا ده نايس كرست اللي احنا نريده and now we will add the iced water رح نضيف الماء المثلج نتأكد بأنه من نسوي أي نوع من عجينة البايم كل شي يكون بارد حتى ينطينا نايس and flaky crust make sure everything is nice and cold the water is ice & the butter is cold to get that nice and crispy pie crust now we will add the water slowly we will pause until all the mixtures become together راح نحرك الى ان بستعمال طبعا الماشين الى ان نتأكد بانه كل المواد راح تنخلط كل الزين وتكون لنا عجينة متماسقة We will check, راح نتأكد بانه المواد كلها نخلطت Perfect And of course we could add another one tablespoon or two tablespoons extra of water If we see the ingredients are still not getting together نقدر نضيف ملعقة الى ملعقتين اخرى من الماء المثلج حتى نتأكد بانه كل المواد راح تنخلط كل الزين وتكون لنا هذه العجينة I believe everything is nicely mixed and all the ingredients are coming together I believe everything is nicely mixed and all the ingredients are coming together نتأكد بانه كل المواد اللي ضفناها كونت لنا هذا النوع من العجين راح ناخذ العجين ونخليه على قطعة بلاستيك We will transfer the pie crust onto a piece of plastic just like this one And we will form it into a nice disc راح نشكل على شكل مستدير باستعمال قطعة البلاستيك just like that We'll flatten it to create this nice disc شكلناها على شكل مستدير وراح نتركها بثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل الاستعمال This will go in the refrigerator for 30 minutes before using it ورا ما تركنا عجين الباي بثلاجة لمدة 30 دقيقة سراح نبدأ بفتح العجين وتحضير الباي We left the pie crust in the refrigerator for 30 minutes And now it's time for us to roll it out and prepare our pie So here I have a work surface that I will dust some flour راح نرش التخطة هذي بقليل من الطحين وراح نبدي بفتح عجينة الباي على شكل مستدير راح نفتحها بقطر 14 إنش راح نفتحها بقطر 14 إنش We'll make sure it's going to be larger than the tray we are using نتأكد بأنه حتكون حجمها أكبر من الصينية اللي دنستعملها Perfect, that's beautiful We will take it and roll it out and transfer it to the tray just like that We will take it and roll it out and transfer it to the tray just like that نستخدم نصف قطع التين على العجين نستخدم كل نصف قطع وطع القطع نستخدم نصف قطع هذا جميل لتحرق قطع بطع القطع هذا شروع من القطع الجميع ومميز، خاصة لكي يكون التين بموسمة إنه سهل جميل لتحضير، إنه سهل جميل طريقة تحضيرها كل السهلة، المواد كلش قليلة، ونستعمل المواد طبيعية كلها نستعمل التين الطازج، العسل، نستعمل العسل، نستعمل العسل نستعمل بعين من التين حتى نطبخة بالفرن مع الπايكروس وبعدين القسم المضبقي نضيفه فوق البيع وأرمي ينطبخ البيع ثم ستضرب على الأصدقاء بعد أن تصبح الأصدقاء ونتقوم بشكل مضوعة لن تتحرك هذا لن تتحرك ونحن أضرب بعض الأصدقاء ونحن أضرب بعض الأصدقاء سوف نقوم بتقريبا ربع كوب من العسر سوف نقوم بتقريبا ربع كبير سوف نرش قليل من الدارسين المسحوق على التين نقوم بتقريبا ربع كبير سوف نتأكد بأنه كل الحواف تكون مرتبة تقريبا بنفس الحجم حتى الحفات كلها تكون مرتبة حتى الحفات كلها تكون مرتبة نضيف العجين المتبقي التي تركناه خالع من التين فوق التين كما هذا كبير ومثل ومثل الآن سوف نحن نفذ المتبقي بشكل كبير انا اضيف ملعقة طعام من الماء البيض ونخفق البيض مع الماء ونحن ندهن العجين بهذا الخليط البيض والماء هذا يدعون نجد مرسة جميلة ونضرنا نحن نخفق البيض ونضع البيض ونضع البيض ونضع البيض ونضع البيض البيض نحن نحط للبخ ونضع البيض حمينا الفرن 375 طرح راح نطبخ الباي بالفرن لمدة 30 الى 35 دقيقة الى ان ينطج سنطبخ الباي في الوزن 30 الى 35 دقيقة حتى نتنج سنطبخ الباي انه يطبخ 30 دقيقة انه يظهر جميلة و يطبخ بشكل جميلة انه يظهر جميلة انه يظهر جميلة راح نتركها لعدد دقائق حتى يبرد وبعدين نكمل تحضير الباي لتكملت تحضير الباي تركنا حتى يبرد طبعا نورا ما طلعنا من الأوفن لمدة 10 الى 15 دقيقة نجد فقط 10-15 مساق ثم نجد فقط منذ 15 تحضير الباي ونبدأ المجلس!!" لقد وجود في النصار مع التحضير الخصوص من النصار سنحضر نطبخة الى السفق نطبخ اللان بrints ان نطبخ اللان بذان وحضر المجلس اللي تاس جياها فوق الباي المطبوخ نطبخ نطبخها أفضل 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 ثم نضيف أفضل 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 ثم يبدأ جميع أفضل 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 أفضل